ذكرت وكالة الطاقة النمسوية أن قفزة واسعة وقياسية حدثت في أسعار الطاقة المنزلية في البلاد بنسبة 42% ذلك خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر مارس من العام السابق وفي تقرير لها أضفت الوكالة أن أغلب الأسر تعاني بشكل متزايد من أثار الزيادات الهائلة في أسعار الطاقة كما لفتت إلى أن جميع مصادر الطاقة أصبحت أكثر تكلفة بشكل كبير مما كانت عليه في العام الماضي ونشيرة إلى أن تسديل معدل التدخم 6.8% على أساس سنوية في مارس الماضي و2.1% على أساس شهرية